بحث رئيس الأمريكي جو بايدن مع كل من أمير قطر والرئيس المصري تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وقال البيت الأبيض في تغريدة على منصة X إن بايدن تحادث مع أمير قطر التميم بن حمد وبشكل منفصل مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وأضاف البيت الأبيض أن بايدن ناقش مع أمير قطر ورئيس المصري الجهود المبذولة لتهديئة التوتر الإقليمي والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جون بيير من جهتها إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن ردا انتقاميا من إيران أو جماعة حزب الله اللبنانية على إسرائيل قد بدأ وأضافت للصحافيين أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يحاول تهديئة التوتر في المنطقة وأشارت جون بيير أن أمريكا تندد بالهجوم على قاعدة عين الأسد في العراق الجهود الأمريكية في سباق مع الزمن على مدار الساعة لاحتواء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط ومنع الانزلاق إلى حرب إقليمية واسعة بعد أيام من اغتيال كل من إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وفؤاد شكر القائد العسكري البارز في حزب الله الرئيس جو بايدن بحث مخاطر التصعيد في المنطقة خلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي الأمريكي بحضور نائبته كامالا هاريس وفي أعقاب الاجتماع دعا وزير الخارجية أنتوني بلينكين أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى كسر حلقة العنف بإقرار وقف إطلاق النار في غزة كاشفا عن انخراط واشنطن في جهود دبلوماسية مكثفة نحن منخريطون في دبلوماسية مكثفة تقريبا على مدار الساعة لتوجيه رسالة مفادها بكل بساطة أنه يجب على جميع الأطراف الامتناع عن التصعيد إن التصعيد ليس في مصلحة أي طرف ومن الأهمية بمكان كسر هذه الحلقة من خلال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وهذا بدوره سيفتح الباب أمام إمكانية تحقيق السلام ليس فقط في غزة وحدها بل وفي مناطق أخرى حيث يمكن أن ينتشر الصراع وهذا محور تركيز الولايات المتحدة وغيرها من الدول في المنطقة وخارجها من الضروري أن تتخذ جميع الأطراف الخيارات الصحيحة في الساعات والأيام المقبلة في السياق أجرى قائد القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط مايكل كوريلا في إسرائيل مباحثات مع قادة عسكريين تهدف لتقييم الوضع الأمني وسط التوترات في المنطقة وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي وتتزامن زيارة كوريلا مع إصابة عدد من الأمريكيين بقصف صاروخي استهدف قاعدة عسكرية في العراق على وقع تزايد المخاوف من تصعيد إقليمية وتجري الولايات المتحدة اتصالات مكثفة مع شركائها في المنطقة للسيطرة على الأوضاع وتحذر من احتمال اندلاع صراع إقليمي في منطقة الشرق الأوسط ومعنا في الستوديو مراسلنا علي جمال الدين علي بعد إرسال مبعوث عسكري هو الجنرال مايكل كوريلا إلى المنطقة للبحث ومعرفة ما هي الأجواء اليوم كان هناك اتصالات من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رؤساء قطر ومصر لوضع حد لهذا التوتر ضعنا في أجواء هذه الاتصالات والهدف منها يعني الهدف هو كبح جماح المنطقة من الدخول في هوة صراع مفتوح هذا من منذ أيام اتصل جو بايدن بنيمين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي وبالأمس كان هناك اتصالا مع العاهل الأردني واليوم هناك اتصالا مع الأمير القطري وأيضا الرئيس المصري لمناقشة ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت هذا هو الفحوة هذه المحاولات منع المنطقة من الدخول في هوة صراع مفتوح خاصة بعد نحن نعلم عمليتين الاغتيال التي تنتظر أو ينتظر العالم ربما ردا من جانب طهران وحزب الله عليهما وهما عمليات اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وأيضا فؤاد شكر القياد في حزب الله في الضحية الجنوبية في بيروت إذن نحن أمام جهود دبلوماسية مكثفة جدا تجريها الولايات المتحدة لإقناع الأطراف أو الحيلولة دون وقوع المنطقة في هذه الهوة هناك زيارة قام بها وزير الخارجية الأردني زيارة نادرة جدا إلى طهران قبل أيام وهي ربما تكون الأولى من نوعها منذ عشرين عاما لمسؤول أردنية بهذا المستوى الرفيع إلى طهران تأتي في هذا الإطار إقناع طهران بالعدول عن أي عمل كبير ربما تقوم به ضد إسرائيل ممكن أن يؤدي أن تكون هناك رد أكثر من إسرائيل وبالتالي توسيع هذه الحالة بالضبط وبالتالي زعزعت الاستقرار نفسه في المنطقة لأن المشكلة هو أن المنطقة متقاربة مع بعضها بعضا في ردود الفعل ربما ما يحدث بين إيران وإسرائيل أو بين لبنان وإسرائيل نعلم أنه قد يؤثر في الجبهة السورية وفي الجبهة العراقية كما رأينا هناك عمليات تمت خلال الساعات الأربعة وعشرين الماضية استهدفت جنودا أمريكيين وهذا هو ما تخشاه الولايات المتحدة وتسعى للحيلولة دون سقوط المنطقة فيه وبالتالي تسعى لإرجاع المفاوضات إلى مسارها طبعا المفاوضات تلقت ضربة قوية بمقتل المفاوض الفلسطيني الرئيسي وهو إسماعيل هانية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وأيضا ضربة أخرى بتعيين يحيى السنوار مكانه لأن هذا يشير حسب ما يشير الخبراء إلى توجه الحركة أيضا لمنحة أكثر تشددا مما كانت عليه في عهد إسماعيل هانية حيث يعتبر نوعا ما أكثر وسطية مما يوصف يعني نرى ما إذا كانت هذه الحركات الدبلوماسية المكوكية ستؤتي ثمارها شكرا علي على هذه المعلومات اختارت إذن حركة حماس المصنفة على قوائم الإرهاب الأمريكية يحيى السنوار رئيسا لمكتبها السياسي خلفا إسماعيل هني الذي قتل في العاصمة الإيرانية طهران الأسبوع الماضي السنوار هو أحد العقول المدبرة للهجوم الذي شنته الحركة على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كادس أن اختيار حماس ليحيى السنوار لقيادة الحركة هو سبب إضافي لتصفياته سريعا وفق تعبيره ومعنا الآن من ولاية منسلفينيا السفير جيرالد فارستين السفير الولايات المتحدة سابقا في السعودية واليمن بين 2010 و2013 وشغل منصب نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية سعادة السفير تعيين السنوار كيف تقيم هذه الخطوة رئيسا وخلفا لإسماعيل هنية أعتقد أن هذه الخطوة لم تأتي كمفاجأة كبيرة السنوار وبشكل متزايد كان في منتصف قيادة حماس والتخلص من هنية أزاحة واحدا من العقبات الرئيسية أمامه كي يصبح رئيس حماس أو قيادة حماس إذن هذه لم تكن مفاجأة ولسوء الحظ هذه الخطوة تجعل الموقف أكثر تعقيدا لأنها وكما قال مراسلكم هنية كان أقرب إلى الوسط وإلى الاعتدال وهذا سبب آخر يجعل القرار الإسرائيلي الخاص باغتياله في رأيي كان خطأا كبيرا خطوة خاطئة لأنه جعل إمكانية الوصول إلى حل سلمي ووقف لإطلاق النار أكثر صعوبة إلى أي ماذا هي خطوة خاطئة كما وصفتها سعادة السفير اغتيال هنية خطوة خاطئة كما وصفتها أم أنها كانت خطوة مدبرة كما استمعنا قبل قليل لوزير الخارجية الإسرائيلية يقول بأن اختيار يحيى السنوار هو سبب إضافي لتصفياته سريعا وبالتالي وقف أي طريق أمام المفاوضات وبالتالي استكمال هذه الحرب فبالتالي هل هي كانت خطوة خاطئة أم خطوة مدروسة أعتقد بالتأكيد هناك رأي مفاده أن الإسرائيليين على الأقل دوائر القيادة نتنياهو وسموتريتش وبينجيفير لن يكونوا آسفين لأن حماس اختارت السنوار وذلك لأنهم في رأيهم صورة حماس الأكثر تطرفا تزيح الضغط عنهم للتفاوض حول وقف إطلاق النار هذا يخفف من الضغط عليهم وأيضا الحديث عن اليوم التالي لوقف إطلاق النار وما يحدث لتقرير المصير وحل الدولتين وبالتالي التخلص من هؤلاء القادة الذين قد يكونوا أكثر انفتاحا على التفاوض والوصول إلى حل سلمي هذا شيء يسمح لإسرائيل ألا تقدم حلول توافقية وتصر على مواقفها المتشددة برأيك ما هي الخبرات التي يتمتع بها السنوار التي دفعت حماس لاختياره أو تضعه في هذا المنصب أم أن سلسلة الاغتيالات التي صفية بها عدد من قادة حماس جعلت من السنوار زعيم حماس واقعا لمحال منه أعتقد أن هذا جزء من السبب أيضا حقيقة أن السنوار موجود في غزة ومن غير المحتمل أن القيادة السياسية الأخرى الموجودة خارج غزة هؤلاء غير موجودين في غزة وبالتالي ليس لديهم نفس المصداقية أو الشرعية التي يمتلكها السنوار لأنه على الأرض يقاتل بينما هم في أنقرة أو الدوحة أو طهران الأولويات هل برأيك ستتغير اليوم هل سيركز السنوار في قيادته لحركة حماس سيتغير شيء في السياسة الخارجية لحماس مع إسرائيل والمجتمع الدولي برأيك أم سنتوجه إلى سياسة أكثر تشددا هذا سيكون هو الهاجس بالتأكيد علينا أن ننتظر ونرى وإلى حد ما بالطبع السنوار كان بالفعل هو الشخصية المهيمنة منذ السابع من أكتوبر وهو في الواقع كان الشخصية المركزية في تحديد استراتيجية حماس تجاه النزاع في غزة وكذلك المفاوضات حول وقف اطلاق النار يمكن أن يكون هناك بعض الاختلاف ولكن أيضا ممكن أن السنوار سيكون أكثر عدائية ومعدال إسرائيل وتطرفا في تصريحاته السفير جيرالد فريستين شكرا لوجودك معنا وعلى هذا النقاش شكرا ذكر الجيش الإسرائيلي أن تحقيقا أوليا أجراه بشأن ما حدث جنوبي مدينة نهرية شمال إسرائيل أظهر أن صاروخا اعتراضيا سقط بعد أن أخطأ الهدف والصدم بالأرض ما أدى إلى إصابة مدنيين وكان حزب الله أعلن شن هجوم بسرب من المسيرات على أهداف عسكرية قرب عكا في إسرائيل وسط مساعة دولية وإقليمية مكثفة لاحتواء التوتر في المنطقة ومنع زلاق الشرق الأوسط لحرب أوسع يواصل حزب الله اللبناني وإسرائيل تبادل القصف الحدودي وسائل إعلام إسرائيلية أفادت بسقوط جرحة في نهاريا شمال غربي إسرائيل جراء سقوط صاروخ اعتراضي أخطأ الهدف واصطدم بالأرض ما تسبب في سماع دوي انفجارات كبيرة في سماء المدينة التي تبعد 11 كيلو مترا عن الحدود اللبنانية وفق إعلان الجيش الإسرائيلي الذي أوضح أيضا أن الحادثة لا تزال قيد التحقيق حزب الله اللبناني وفي بيان له تبنى عملية إطلاق سرب من الطائرة المسيرة على أهداف عسكرية في شمال إسرائيل موضحا أن هذا الهجوم ليس ردا على قتل إسرائيل للقيادي العسكري في حزب الله فؤاد شكر في بيروت الجيش الإسرائيلي بدوره أعلن مهاجمة مبنى قال إنه عسكري في منطقة النبطية في جنوب لبنان مضيفا أن طائراته أغارت على المبنى الذي كانت تستخدمه وحدة جبهة الجنوب التابعة لحزب الله كما أغارت طائرات عسكرية على مبنى عسكري آخر لحزب الله في منطقة الخيام سبق ذلك إعلان الجيش الإسرائيلي قتل علي جمال الدين جواد القائد في قوة الرضوان بجماعة حزب الله في ضربة جوية في منطقة عباب جنوب لبنان واعتبر الجيش في بيان له أن هذا الاستهداف يمس بشكل كبير قدرات حزب الله في تنفيذ اعتداءات من جنوب لبنان نحو الجبهة الداخلية الإسرائيلية على الحدود الشمالية القصف الإسرائيلي أوقع وفقا لوزارة الصحة اللبنانية قتلى وجرحة بينما صرخ مصدر أمني لبناني أن ضحي القصف كلهم مقاتلون في حزب الله ألقت قوات الأمن الأمريكية القبضة على صحفين في من مدينة نيويورك بتهمة ارتكاب جرائم كراهية بعد أن صور تظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في وقت سابق من الصيف الجاري ألقى المشاركون بالتظاهرات الطلاق الأحمر على منازل كبار مسؤولي متحف بروكلين الصحفي الموقوف ساميول سيلينغسون وهو مصور فيديو مستقل لم يشارك في أعمال التخريب ولكنه متهم بتوثيقها وفقا لمسؤول في هيئة إنفاذ القانون أشهد الرئيس الأمريكي جو بايدن باختيار نائبته مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هارس لحاكم ولاية منيسوتا تيم وولز نائبا لها واعتبر بايدن أن اختيار وولز سيكون صوتا قويا للعمال والطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة معتبرا أن هارس ووولز سيكونان أقوى المدافعين والمدافعين عن الحريات الشخصية والديمقراطية وسيضمنان استمرار الولايات المتحدة في قيادة العالم ولعب دورها وفي دور لا غنى عنه أكملت المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة الأمريكية كامالا هارس بطاقتها للصباق الانتخابي الرئاسي بعد أن اختارت حاكم ولاية منيسوتا تيم وولز مرشحها لمنصب نائب الرئيس لتبدأ معه جولة انتخابية تستمر عدة أيام في الولايات الحاسمة كان والز الديمقراطي التقدمي من بين ثلاثة على قائمة هارس إلى جانب جوش شابيرو حاكم ولاية بنسلفينيا ومارك كيلي رائد الفضاء السابق الذي أصبح سيناتور عن ولاية أريزونا وكانت كثير من التوقعات ترجح كفة شابيرو حاكم ولاية بنسلفينيا لترشيحه من قبل هارس لمنصب نائب الرئيس بسبب شعبيته الكبيرة في إحدى أهم الولايات اللم تكن الأهم في هذا السباق الانتخابي ولكن الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي ضغط خلال الأسابيع الماضية لثاني هارس عن اختيار شابيرو بسبب مواقفه من الحرب في غزة ومطالبته بفضل تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في الجامعات الأمريكية كما دفع التقدميون وعلى رأسه من سيناتور البارس بيرني ساندرز لاختيار وولز وهو زعيم تقدمي متمرس يمكن أن يساعد ملفه الشخصي في دعم ما تعرف بولايات الجدار الأزرق في الغرب الأوسط بما في ذلك ويسكانسون وميشيغان والتي قد تمثل أفضل طريق لهارس إلى البيت الأبيض في المقابل تنفس جمهوريون بارزون الصعضاء بعد استبعاد شابيرو من قائمة هارس ما يبقي ولاية بنسلفينيا الهامة قابلة للتنافس بحسب شبكة سي أن أن وأصدرت حملة ترامب بيانا بعد أنباء اختيار وولز ووصفته بالليبرالي المتطرف الخطير ومعنا من ولاية بنسلفينيا مراسلة الحرة سارة علي سارة أنت في بنسلفينيا الولاية التي كانت من المرجح أيضا اسم الحاكم شابيرو على لائحة الأشخاص الذين كانوا يتوقع أن يكونوا مع هارس ولكن الاختيار راح إلى مكان آخر كيف هي الأجواء هناك وما هو الدليل على اختيار هارس لولز اليوم نعم هناك الألاف من المؤيدين ومناصرين الحزب الديمقراطي وكامالا هارس توافدوا على هذا المقر في الخلفية لحضور هذا الحدث والتجمع الانتخابي الجميع ممن تحدثنا معهم أعربوا عن حماسهم وإشادتهم باختيار تيم ووودس ليخوض الصباق مع نائبة الرئيس المرشح الديمقراطية كامالا هارس أيضا لم يخفوا قلقهم وربما استياءهم الخفيف جدا من اختيار حاكم ولاية مينسوتا وتفضيل كامالا هارس له على حاكم ولاياتهم بن سلفينيا ولكنهم جميعا أعربوا عن ثقتهم الكاملة في هذا الاختيار وأيضا أعربوا عن تطلعاتهم وأمالهم لأن يتسبب أو يقف تيم ووودس وراء فوز كامالا هارس بي الأصوات في الغرب الأوسط وهو حاكم ولاية مينسوتا في الغرب الأوسط وهم يأملون بشكل كبير جدا في الجولة الانتخابية التي ستتلو ولاية بن سلفينيا لجمع المتجعين وأيضا المؤيدين والناخبين المحتملين لكامالا هارس والحزب الديمقراطي يخوض السباق للبيت الأبيض في نوفمبر المقبل شكرا سارة على هذه المعلومات إذن أثار إعلان نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هارس والتي تخوض الآن السباق الانتخابي اختيارها لحاكم ولاية من السوطة تيم وولز ليكون المرشح لمنصب نائب الرئيس في سباق الانتخابات في حال فوزها أثار ردود فعل مرحبة وواسعة داخل الحزب الديمقراطي فيما نددت حملة الرئيس السابق دونالد ترامب باختيار وولز ووصفته بأنه متطرف ليبرالي خطر ردود فعل واسعة أثارها إعلان نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هارس اختيار حاكم ولاية منسوتا تيم وولز ليكون المرشح لمنصب نائب الرئيس في سباق الانتخابات الرئاسية الاختيار قبل بترحيب كبير في جنبات الحزب الديمقراطية وبادر الرئيس بايدن بنشر كلمة على موقع اكس أثنى فيها على وولز وقال إن بطاقة هارس وولز ستكون صوتا قويا للعمال والطبقة المتوسطة في أمريكا وأنهما سيكونان أقوى المدافعين عن الحريات الشخصية وديمقراطية وأضاف بايدن أن ثنائي هارس وولز سأضمنان استمرار أمريكا في قيادة العالم كما أثنى تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ على اختيار وولز نائبا للرئيس في بطاقة هارس ووصفه بالاختيار الرائع الرئيس السابق باراك أوباما أثنى بدوره على اختيار وولز قائلا إنه خدم سكان ولايته ما يجعله مؤهلا لخدمة المجتمع ككل مارك كيلي عضو مجلس الشيوخ عن ولاية أريزونا قال إن ثنائية سيدفعان البلاد إلى الأمام وإنهما يبنيني بالفعل حملة لتوحيد الأمة الأمريكية وأعرب عن استعداده لبدل كل ما في وسعه لمساعدتهم على الفوز في الانتخابات المرتقبة هيلاري كلينتون وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة والمرشح الرئاسية بانتخابات 2016 قالت إن وولز سيكون رائعا لأول رئيسة للولايات المتحدة وأعرب حاكم ولاية مينسوت عن امتنانه لنائبة الرئيس كما لهارس لاختياره شريكا لها في الحملة الديمقراطية للفوز بالانتخابات الرئاسية لكن هذا الاختيار أثار حفيظة حملة الرئيس السابق دونالد ترامب التي وصفت وولز بأنه متطرف لبرالي خطير وينظر 17% من سكان الولايات المتحدة إلى وولز بشكل إيجابي فيما يقول 71% منهم إنهم لم يسمعوا به من قبل أو غير متأكدين من كيفية تقييمه وفقا لأحدث استطلاعات الرأية من ديمقراطي مناصر لعدد من القضايا المفضلة لدى الجمهوريين كحق حمل السلاح إلى مدافع عن سياسات أقصى اليسار في الولايات المتحدة من هو تيم وولز الذي اختارته المرشحة الديمقراطية لرئاسة كامال هارس نائبا لها قد تختزل مسيرة تحاكم منسوتا تيم وولز الذي اختارته المرشحة الديمقراطية كامال هارس نائبا لها حكاية التحولات العميقة عبر السنوات لديمقراطي بروتستانتي أبيض من السياسات المحافظة المفضلة في المناطق الريفية التي مثلها على غرار حق حيازة السلاح إلى نصير ومتبن لسياسات العدالة الاجتماعية والجنسية ركيزة أجندة اليسار في أمريكا وعهدتا وولز في أعلى منصب بمينسوتا منذ 2018 تؤكدان هذه التحولات فهو يفاخر بتبنيه سياسات مفضلة لدى الديمقراطيين عموما لا سيما لدى ما يعرف بالتقدميين على غرار التدابير لحماية حق الإجهاد وتحسين ظروف الطلاب وصون حقوق الطبقات الوسطى والعاملة سياسات جعلت حملة المرشح الجمهوري دونالد ترامب تنتقد اختيار وولز الذي وصفته بالمتطرف والليبرالي الخطير ويستكمل نبذ وولز لسياساته السابقة تناصير قوي لحق حمل السلاح المشهد حيث تبنى في السنوات الأخيرة أجندة تشدد القيود على حملة السلاح مفجر انتقادات محمومة من الجمهور المحافظ الذي يشكل عماد الحزب الجمهوري لكن وولز المولود في نبراسكا المحافظة بالغرب الأوسط والجندية في الحرس الوطني والمدرسة والمدربة الرياضية سابقا لم يكن دائما على هذا النحو فعهدته في مجلس النواب الأمريكي لست جولات منذ 2006 كانت شاهدة على مواقفه كديمقراطي أقرب للسياسات الوسطية حينها دعم مشاريع قوانين يؤيدها المحافظون الذين يشكلون أغلبية في مقاطعته الأولى بمينيسوتا وأثنى على بعض من سياسات الرئيس الجمهوري السابق جورج بوش الإبن قبل أن ينتقده على خلفية سياساته في حرب العراق ويرى بعض الخبراء أن اختيار هاريس لوولز قد يسترض شرائح خسيرها الرئيس والمرشح الديمقراطي المنسحب جو بايدن بسبب إدارته للحرب في قطاع غزة لسيما في الولايات التي يرجح الصوت العربي والمسلم فيها كفة الديمقراطيين كمشيغين فوالز كان من بين حكام الولايات الديمقراطيين الذين دعموا ما وصفه بوقف طويل الأمد لإطلاق النار ودافع عن حملة الصوت غير الملتزم التي استأثرت بنحو 20% من حصيلة الصوت الديمقراطي في التمييديات ويدعم والز أيضا بشكل راسخ حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وكان من بين أشد شاجبي هجوم السابع من أكتوبر بما يجعله وثق الخبراء صوتا وسطيا إزاء قضايا الشرق الأوسط قادرا ربما على لملمة شمل ما ألحقته بالديمقراطيين من تشرد ومعنا من ماساتشوست أليكس جورج ثيودوريدس أستاذ العلوم السياسية في جامعة ماساتشوست في أمهرست أستاذ ثيودوريدس أريد أن أبدأ معك بكيف ترى تأثير تعيين وولدس أو اختياره كنائب مرشح لكامالا هاريس على التوازن السياسي داخل الحزب الديمقراطي اليوم لا أعتقد أن هناك مقدار كبير من التأثير هذا ما تريده من مرشح لنائب الرئيس الشيء الأهم هو أن لا يجلب الضرر للبطاقة الانتخابية وأن لا يبعد الكثير من المجموعات هذا موقف الكثير من المجموعات الديمقراطية فيه قررت بالفعل من هو المرشح ولا لا يعرفون كثيرا عن أي من الناس الذين هم على القائمة القصيرة مارك كيلي كانوا يعرفون عنه أكثر قليلا ولكن شابيرو ووالتس وحتى مارك كيلي إلى حد ما هؤلاء بشكل عام وناس غير معروفين ماذا سيحدث الآن سيكون هناك السباق بين حملة ترمب وحملة هاريس لتحديد هذا الخيار ومن هو نائب الرئيس هل هو متطرف هل هو لبرالي كما يقول الأنصار ترمب ستكون هذه رسالة صعبة صعبة التسويق أو هل هو شخصية مثالية لحملة هاريس التي تأمل أن يحقق تقدما لهم ولكن لا يمكن أن يساهم اختيار شخص مثل تيم وولدس كان يعني هو يقول بأن أنا مع حق الأمريكيين في حمل السلاح ولكن حماية أطفالنا هي في المرتبة الأولى وبالتالي بعض التعديلات على حمل السلاح في الولايات المتحدة ليس انتقاسا ولا يكون أهم من حماية الأطفال هذا لا يساهم في توحيد بعض الفصائل المختلفة داخل الحزب الديمقراطي وأيضا مد يد الفهم والتواصل مع الحزب الجمهوري ربما عندما يصلون إلى المنصب ربما هو يستطيع أن يمد يده للحزب الآخر وأعتقد أنه فعل ذلك خلال خدمة في الكونغرس بشكل عام اختيار نائب الرئيس من الصعب أن نحدد بالضبط ماذا سيجلب إلى البطاقة الانتخابية خاصة في أوقات الناس غير سعداء باختيار نائب الرئيس هذا يحدث عندما يشكل بعض المشاكل للمرشح الرئاسي لا يبدو أن هذا ينطبق على هذه الحالة هذا شخص من غير المحتمل أن يكون خيار يغير من طبيعة السباق الانتخابي ما سيحدث وما حصلوا عليه هو اختيار آمن بمعنى لن يخيف الناس ماذا يعني سيكون هناك رد فعل من قبل الحزب الجمهوري مثلا على تعيين وولتس كيف سيكون الاحتدام السياسي إثر هذا التعيين بصورة أساسية هذا يعني أن هذا شخص لن يشكل عبء على المرشح الرئاسي وأن يكون هناك وقت طويل ينضونه في الحديث عنه والدفاع عنه سيكون هذا شخص يزيح بعض الهواجس لدى بعض الناخبين بشأن الشخص الموجود في المقدمة بمعنى المرشح للرئاسة سيكون من الصعب أن نعرف بالنسبة للشرق الأوسط أو السلاح واضح أنه ذكر أبيض ويبدو أن هذا متطلب في عملية الاختيار هذه ماذا سيحدث الآن ولأنه تقريبا مجهول غير معروف للناخبين ما سيحدث هو أن الطرفين سيبذلان قصارى جهدهما لتقديمه بصورة محابية لهم شكرا لضيفنا الأستاذ أليكس جورج سيود عديريس على هذا النقاش لننتقل إلى ميرليند لمتابعة مؤتمر سحفي وزيري الخارجي والدفاع الأمريكيين مع نظرهما الأسراليين فعلا يمكن أن يعطل هذا هو الطريق الوحيد لإنهاء النزاع في غزة وجلب الهدوء إلى المنطقة يجب على كل الأطراف أن تعمل على الوصول إلى هذا الاتفاق بأسرع ما يمكن منذ اليوم الأول لهذه الإدارة كنا نركز على تحقيق رؤية مشتركة لمنطقة هندي هادي حرة وقمت برحلات عديدة وقمت بالبعض منها مع الوزير أوستن الفليبين واليابان والأسيان أيضا كنا موجودين هناك سويا وفي قلب عملنا في هذه المنطقة تحالفنا مع أستراليا اليوم خطوة أخرى إلى الأمام في تعميق وتقوية هذا التحالف الرئيس رئيس بايدن وصف هذا بأنه مرسى للسلام والازدهار في المنطقة وفي العالم وقد استمر هذا لسبع سنوات عملنا سويا وشعبينا حر ومزدهر ولكن في آخر ثلاث سنوات ونصف أعتقد أن العلاقة كانت أقوى ما يمكن وعززنا تعاوننا مع الناتو وخلقنا أوكاس مع أوكرانيا لتعزيز الأمن الإقليمي وأيضا تعزيز الصناعات الدفاعية جلبنا عمال من أستراليا للتدريب في صناعة الغواصات ومستمرون في توسيع نطاق التعاون من التعاون على الذكاء الاصطناعي إلى محاربة المعلومات المضللة عندما رئيس الوزراء البنيزي جاء وتحدث مع الرئيس بايدن عن الخطط لتعزيز ما نسميه بخطوط الإبداع وكانت هذه الزيارة في أكتوبر واستمرنا في تطوير العلوم والتكنولوجيا والتعاون في مجال الطاقة النظيفة كجزء مما نفعله سويا وأيضا قمنا بتعزيز سلاسل الإمداد والعمل على السيارات الكهربائية والبطاريات ومعوادي السيليكون وكل هذا كان ضروري أيضا لمكافحة التغير المناخي في آخر سنتين ونصف استثمرنا أكثر من خمس مليارات دولار في أستراليا بالأمس أعلننا عن شراكة باستخدام صور الأقمار الصناعية لإدارة الموارد ومحاربة التغير المناخي أيضا نقشنا التهديدات لرؤيتنا المشتركة الخاصة بمنطقة هادي وهندي مزدهرة ويكون هناك حماية لحقوق الإنسان وعملنا على الحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوب ومحاربة أي محاولات للإكراه والترهيب وأيضا مقاومة أي إجراءات تصعد التوتر أيضا ملتزمون بتقوية البنيان الذي يحمي الرؤية المشتركة للمنطقة ونعمل مع حلفاء وشركاء آخرين لتعزيز هذه الرؤية المشتركة لدينا وتعزيز تعاوننا مع دول المحيط الهادي وتعزيز الأجندة الخاصة بكواغ التي كنا ننخرط فيها منذ أيام أيضا نعمل على تعزيز المسرح عبر الأطلسي أستراليا هي أكبر دولة من غير الناتو تساهم في أوكرانيا بصورة أساسية نتفق مع رئيس الوزراء البانيزي على أن تحالفنا هو تحالف المستقبل المشرق لأنه تحالف لمستقبل أفضل ونحن ممتنان لهذه الشراكة والصداقة شكرا شكرا جزيلا السيد الوزير بلينكن توني والسيد الوزير أوستن لويد أشكركم لاستضافتنا في هذا المكان المميز المميز وأريد أيضاً أن أنوها بما قاله الوزير بلينكن حول الشرق الأوسط مجدداً أنا أدعم ما قال ونطالب الجميع بخفض التصعيد وأستراليا أيضاً تشير إلى أن هناك مخاطرة في الحسابات الخاطئة قد تؤدي إلى التصعيد والوقت مهم للغاية كما قال الوزير بلينكن ونحن نحتاج إلى وقف لإطلاق النار كما اخترحه الرئيس بايدن واعتمده مجلس الأمن نحن لطالما كانت لدينا اجتماعات انخرطنا فيها بصراحة وبحرارة وهي فرصة هذه الاجتماعات هي فرصة لن نستمر في تعزيز تحالفنا وتعميقه لأننا نريد دائماً أن نواجه سوية كل الظروف استراتيجية المتعقدة والتي تزداد صعوبة نحتاج بالتالي إلى هذه النقاشات الشفافة والأساسية التي أجريناها على مواضيع مختلفة وكانت بنوعية عالية كما أظهر أيضاً الوزير بلينكل وكما قلنا في الإعلان المشترك لقد تكلمنا عن مواضيع كثيرة ونحن نعمل سوية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لتكون المنطقة مزدهرة وآمنة ومنفتحة ونعمل على كل ما هو ضروري للتوصل إلى هذا الهدف نريد أن نعزز التعاون بين بعضنا البعض وبين الشركاء في المنطقة وهذا ما نفعله في السنوات الماضية أن نعمل على مستوى البنة التحتية والتنمية والفضاء السيبراني والصحة وطبعاً الأمن وتجنب النزاعات كل مننا يعمل نحو الحفاظ على السلام وردع النزاعات وسوية نعمل لنتأكد أن لا دولة في منطقتنا يمكنها أن تعتبر أن النزاع لن يؤدي إلى تكلفة عالية كما قال الوزير بلينكن أيضاً كانت هناك إعلانات كثيرة تظهر تعزيز الشراكة بيننا أمس هو وأنا اعتمدنا الإطار المتعلق بالتلاعب بالمعلومات واستثمار في حماية الديمقراطية وهي من بين الأمور الكثيرة التي نتشاطر وتكلمنا أيضاً عن تعزيز التعاون فيما يتعلق بجمع البيانات وصور الأقمار الاصطناعية وكل البرامج المشتركة النقطة الأساسية التي أريد أن نركز عليها هي التالية القيادة الأمريكية مهمة القيادة الأمريكية لطالما كانت مهمة وتبقى حيوية اليوم هي حيوية من أجل السلام من أجل الازدهار ومن أجل عالم حر ومنفتح ونحن بالتالي نثني هذه الريادة الأمريكية ونشكرها لوضعها الأولوية للتحالفات والشركات لأنه يمكننا أن نفعل المزيد سوية لمصلحة العالم وفي نقاشاتي وحواري اليوم تكلمنا بصراحة عن الثقة المتبادلة بيننا على المستوى الستراتيجي وتكلمنا أيضا عن صدقتنا وأشكركم من أجل ذلك أشكروا توني وأشكروا لويد إنه من دواعي شرف أن نعمل معكم نائبة وزيرة الخارجية سعيد بوجودكم معنا هنا في أنابوليس قبل أن نتحدث عن التقدم اليوم أود أن نقول بعض الكلمات عن التوتر في الشرق الأوسط وزارة الدفاع مستمرة في اتخاذ خطوات لتخفيف حرارة المنطقة وأيضا لإبعاد شبح التصعيد الإقليمي من جانب إيران وشركائها وأذرعيها العناصر أمريكية جرحت بالأمس في هجوم صاروخي على عين الأسد في غرب العراق لا يجب أن يخطئ أحد الولايات المتحدة لن تتسامح مع الهجمات على عناصرنا في المنطقة قمنا بإعادة تموضعنا لزيادة حماية قواتنا وتعزيز التزامنا الراسخ بأمن إسرائيل والبقاء مستعدين للرد على أي ظرف طارئ وللحفاظ على وجود مجموعة القتال في الشرق الأوصل طلبت من حاملة الطائرات لينكن أن تحل محل الحاملة روزفيلت في نهاية هذا الشهر وأيضا أرسلنا أربع مدمرات للمنطقة وطلبت نشر سرب مقاتلات إلى الشرق الأوسط لتعزيز دفاعاتنا هناك وتفوقنا الجوي هذه التعديلات أضافت إلى قدراتنا في المنطقة ونحن مستعدون للنشر السريع لمواجهة أي تهديدات لأمننا أو لشركائنا أو لمصالحنا الولايات المتحدة لا تزال تركز على تخفيف التصعيد في المنطقة وأيضا تأمين وقف لإطلاق النار كجزء من اتفاقية لعادة الرهائن إلى بيوتهم وإنهاء الحرب في غزة دعوني أتحول إلى مجموعة 2 زائد 2 الاجتماعات اليوم برهنت مرة أخرى على قوة تحالفنا مع أستراليا الولايات المتحدة وأستراليا تتشاطران رؤية مشتركة لمنطقة المحيط الباسيفيكي والهندي الحرة دعوني أذكر ثلاث مواد أساسية أولا نحن اتفقنا على الاستمرار في تعزيز تعاوننا وتعميقه وبلادنا تعمل على تحديث قواعد جوية في غرب أستراليا وفي منطقة الشمال ونعمل من مناطق جديدة ونقيم مواقع لوجستية دائمة في بنيانا أيضا نزيد من تواجد القوات الأمريكية في أستراليا وهذا يعني طائرات بحرية تعمل ضمن دوريات في شمال أستراليا وهذا يعني أيضا نشر قاذفات بين الحين والآخر أيضا نعزز تعاوننا في مجال الصناعات الدفاعية ونقوم بتعزيز إنتاج الذخائر في أستراليا وسنوقع على مذكرتين تفاهم حول الذخائر الحيوية هذا يضمن أنظمة إطلاق الصواريخ بحلول عام 25 في أستراليا ثانيا تعزيز الإنتاج وتطوير المشترك للصواريخ ونحن نعزز عملنا المشترك وسيكون هناك برنامج بحلول عام 25 برنامج مشترك وهذا كله بهدف التأكد من أن لدينا القدرة التي نحتاج إليها لعقود قادمة وأخيرا سنستمر في تعزيز روابطنا الدفاعية مع الحلفاء والشركاء الإقليميين خاصة الهند واليابان والفليبين وبالإضافة إلى حلفائنا البريطانيين سنحرز تقدما في شراكة أوكاس الولايات المتحدة تسعى لمبادرات مختلفة مع كل شريك أو حليف في المنطقة وكل هذا العمل يعزز السلام والاستقرار والردع في أنحاء المنطقة الوزير بلينكين وأنا عدنا من المنطقة في الأسبوع الماضي وقد شاركنا في اجتماعات 2 زائد 2 مع شركائنا في اليابان والفليبين في توكيو ومانيلا وهذا يعبر عن دور أستراليا الحيوي في شبكة التحالفات الولايات المتحدة، أستراليا وأصدقاء في المنطقة نعمل سويا وباقتدار أكثر من أي وقت مضى ريتشارد وبيني شكرا لقيادتكما ولالتزامكما بتحالفنا وأيضا للأمن في المنطقة هناك الكثير الذي أنجزناه اليوم وسنستمر في البناء على إنجازاتنا وسنستمر في السير في مصار متقدم شكرا والآن تفضل يا ريتشارد أشكر الوزير بلينكن والوزير أوستن لاستضافة أنا وبيني أن نقوم بهذا الاجتماع في الأكاديمية البحرية هو من دون شك أمر مميز هذا الاجتماع هو الثالث من نوعه بيننا نحن الأربعة وعندما نفكر بالسنتين الماضيتين فهناك إنجازات كبيرة عبر الاجتماعات الثلاثة لدفع بتحلفنا إلى الأمام رأينا اليوم أيضا حوار مهم جدا فيما تعلق بالتعاون على المستوى الصناعي وكذلك صناعة الأسلحة في أستراليا كما قال لويد التزمنا بالتوصل إلى اتفاق لجمع الصواريخ في أستراليا وتصنيعها كذلك اتفقنا على أن نتوصل إلى مدكرة إذن مشاهدين نكتفي بهذا القدر من المؤتمر السحفي الآن للمزيد من المتابعة لما سمعناه ينضم إلينا من الخارجية الأمريكية مراسل الحرة ميشيل غندور ميشيل أهمية هذا اللقاء اليوم جهد في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها وزراء خارجية ودفاع الولايات المتحدة وأستراليا فيما يعرف بالمشاورات الوزارية الأمريكية الأسترالية لتعزيز التعاون بين البلدين في هذا اللقاء اليوم الذي عقد في أنابوليس في ولاية ميريلند بحث الجانبان في كيفية تطوير العلاقات الأمنية وفي كل المجالات بين الولايات المتحدة وأستراليا واحتل الوضع في الشرق الأوسط والاترابات والتوترات التي تشهدها المنطقة حيزا كبيرا من هذا الاجتماع ومن التصريحات أيضا بحيث توقف وزيراء خارجية الولايات المتحدة وأستراليا ووزير الدفاع الأمريكي عند التطورات في الشرق الأوسط الوزير بلينكين قال أن الولايات المتحدة وصلت خلال الساعات الماضية اتصالاتها مع شركائها والأطراف في المنطقة وأوصلت رسالة مباشرة إلى إيران وإسرائيل بأنه يجب وضع حد للتصعيد وعدم السير قدما في التصعيد الحاصل في المنطقة وشدد أيضا على أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وأشار إلى أن المفاوضات وصلت إلى المرحلة النهائية ويجب إتمام هذه الصفقة من أجل وقف النار وإعادة الرهائن ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وعدم توسع الصراع من جهتها أيضا وزيرة خارجية أستراليا أكدت على أهمية التوصل إلى وقف لإطلاق النار وفق الاقتراح الذي عرضه الرئيس بايدن ووافق عليه مجلس الأمن الدولي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أكد على أن الولايات المتحدة تعمل على خفض التصعيد والتوتر في المنطقة ولكنه أشار إلى أن الولايات المتحدة وعبر حشود قامت بها وزارة الدفاع في الأيام الماضية عبر إرسال بوارج حربية وطائرات وتعزيزات عسكرية إلى المنطقة تهدف إلى مواجهة كل الهجمات المحتملة وأي تصعيد محتمل من قبل إيران وحلفائها في الشرق الأوسط إذن دعوات إلى وقف التصعيد إلى عدم التصعيد ورسالة مباشرة إلى إيران وإسرائيل بوجوب ضبط النفس وعدم اللجوء إلى أعمال عسكرية قد تؤدي إلى عواقب لا يمكن لأحد أن يعرف إلى ماذا ستؤدي حسب ما قال وزير الخارجية أنطوني بلينكين شكراً ميشيل على هذه المعلومات أدينا أكاديمي أمريكي من أصول صينية بالعمل بشكل غير قانوني كعميل أجنبي في الولايات المتحدة من خلال جمع معلومات عن نشطاء مقيمين في نيويورك يدعمون ديمقراطية بالصين ومشاركة بيانات ومعلومات هؤلاء الأشخاص مع بكين ودانت هيئة محلفين وانج شوغون بأربعتها من بينها العمل كعميلاً أجنبي من دون إختار المدعي العام الأمريكي والكذب على السلطات الأمريكية بعد محاكمة استمرت أسبوعاً في محكمة انتحادية في مدينة بروكلين قال ممثل الإدعاء الفيدراليون أن وانج صور نفسه على أنه معارض شرس للحزب الشيوعي الصيني الحاكم لكسب ثقة نشطاء ديمقراطية في هونغ كونغ والمدافعين على استقلال تايوان والناشطين من أجل حقوق الويغور وتيبات قالت السفيرة المتجولة للعدالة الجنائية الدولية في وزارة الخارجية الأمريكية فان شاك إن الميليشيات المسلحة في المناطق الأيزيدية ما زالت تعيق العودة الآمنة لكثير من النازحين الأيزيديين وحثت شاك في مقابلة خاصة إجراها مراسلنا ميشيل غندور الحكومة العراقية على اتخاذ المزيد من الخطوات لتأمين مناطق الأيزيديين ودعم التنوع الإثني والعرقي في البلاد أعتقد أن على حكومة العراق أن تقوم بالكثير من الإجراءات لتأمين نوعية البيئة التي تسمح للأقليات العرقية والدينية بالإزدهار وتكون جزءا من فسيف سائن جميلة في البلاد وأن تعترف الحكومة العراقية بالمساهمات الفريدة من نوعها التي يمكن أن تقدمها هذه الجماعات وذلك من خلال ضمان حصولها على الموارد التي تحتاجها لتتمكن بالتالي من إعادة بناء حياتها في أوطان أجدادها أكد وزير الدفاع البنزويلي بلاديمير بادرينو ولاء الجيش المطلق للرئيس نيكولاس مادورو وسط نزاع مستمر بشأن نتائج الانتخابات الرئاسية وجاء تصريحات وزير الدفاع بعد أن حث مرشح المعارضة إدموندو جونزاليس أفراد القوات المسلحة إلى الوقوف إلى جانب الشعب وتقول المعارضة أن جونزاليس فاز بأكثر من ستة ملايين صوت مقارنة بمليونين وسبعمائة ألف صوت فاز بها مادورو وأثر تأكيد الرئيس البنزويلي فوزه بولاية ثالثة في الانتخابات التي جرت الشهر الماضي باحتجاجات واتهامات بالتزوير مع أصرار زعماء المعارضة على الضرورة أن يتنحى مادورو إذن مشاهدين سنكون مع هذه الصور المباشرة من بنسلفينيا وكلمة مرتقبة للمرشحة هاريس عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية حيث ستقوم بإعلان تيم وولز مرشحا لخوض السباق الانتخابي معها كنائب للرئيس وهو حاكم ولاية منسوتا إلى هنا نصل إلى ختام هذه النشرة المزيد من الأخبار يمكنكم متابعتها عبر صفحتنا المباشرة على يوتيوب وأيضا التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى بعد قليل يلقاكم الزميل يوسف للقاء